واليوم نبدأ في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع والتي تقدر بعشرين ألف فدان والمخطط الانتهاء منها في 30 يونيو 2018 ولقد تم توزيعها على أربعة مواقع رئيسية في عدة محافظات الموقع الأول بقاعدة محمد نجيب العسكرية ويقع غرب مدينة الحمام تم التخطيط لبناء البيوت الزراعية على مساحة 4900 فدان وهي تمثل 24.5% من إجمال مساحة المرحلة الأولى وتم تقسيمها إلى ثلاثة قطاعات القطاع الأول عدد 186 بيت زراعي تقليدي على مساحة 250 فدان وتمثل نسبة 5% من إجمال مساحة الموقع ونفذت بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع الشركات المصرية وتم زراعتها بأصناف خضروات مختلفة القطاع الثاني عدد 116 بيت زراعي على مساحة 650 فدان وتمثل نسبة 13% من إجمال مساحة الموقع 40 بيت زراعي عالي التكنولوجيا مساحة البيت الواحد 3 فدان 60 بيت زراعي متوسط التكنولوجيا مساحة البيت الواحد 3 فدان 16 بيت زراعي شبك مساحة البيت الواحد 12 فدان نفذت بواسطة شركة روفيبة الأسبانية بالتعاون مع الشركات المصرية القطاع الثالث عدد 1000 بيت زراعي متوسط التكنولوجيا على مساحة إجمالية 4000 فدان وتمثل نسبة 82% من إجمال مساحة الموقع مساحة البيت الواحد 3 فدان جاري التنفيذ بواسطة الشركة الوطنية للزراعات المحمية بتحالف مع الشركات المدنية المصرية وتم توفير كميات المياه اللازمة للمشروع من ترعة الحمام من خلال عدد 2 رافع مياه الرافع الأول بطاقة 20 ألف متر مكعب مياه يوم والرافع الثاني بطاقة 150 ألف متر مكعب مياه يوم تم التنفيذ بواسطة إدارة المياه للقوات المسلحة كما تم التخطيط لتغذية الموقع بالكهرباء بقدرة كهربائية 45 ميجا فولت أمبير تم توفيرها من محطة كهرباء العميد وتنفذ بواسطة شركات مصرية من خلال الشركة الوطنية للزراعات المحمية وتم التخطيط لتعظيم القيمة المضافة للمشروع بإنشاء محطة فرز وتعبئة على مساحة 2.5 فدان بطاقة تخزينية 1200 طن يوم مخطط الانتهاء منها أغسطس 2018 وإنشاء وحدة إنتاج سماد عضوي نباتي على مساحة 20 ألف متر مربع تنتج 10 ألف متر مكعب كومبوستو نباتي خلال الضورة الواحدة ويعمل على المخلفات الزراعية الناتجة من الصوباط ومحطة الفرز والتعبئة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر